اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الان شوفوا بقسمي الى اربع كرات طبعا اربع كرات انا قد تقوم تقلكم 16 رقاقة هذه الكمية كوب دقيقي يقبلكم 16 رقاقة ولازم تقسموها كل نفس التساوي اما تقصوها بميزان عندكم او ممكن تقومو كوب معياري او زبدية او مطيبة وتقصو عليها عشان تطلع معكم الكرات قريبة من بعض او زي بعض نسبيا خلاص الان كورتها وخليها كده بدهن شوية زيت عشان ما تنشفش بس وبغطيها كده بكيس او سفرة اكل وبخليها ترتاح على بان معمل الشربة في قدر بضيف كمية من الزيت وبنزل كمان ببصل مفروم ناعم بخليه كدهن بس يدبل هنا عندي شو في الصورة البهارات هذي بهارات مقروشة بكتبلكم مقادير هذي البهارات في صندوق الوصف تمام بحط في هذا الكيس او ممكن صفايا علشان ما تنزلش البهارات في الشربة بعد ما تطلعش حلوة الآن شوفوا بضيف اللحم تقدروا استخدموا اي نوع اللحم أنا استخدمت لحم عقل وبضيف كمان ثلاثة فصوص من الثوم وكمان بضيف الصورة البهارات ولومي وبسباسة عدني ملعقة كبيرة والسبعة بهارات وشوية كركم اشوحها شوية بعدين اجيب كوب من عصير الطماطم وهنا اضفت بهارات بدوية هذا اختياري قدم توفر واضفت كمان لتر من الماء الساخن وهنا رقعت ضفت صورة البهارات لانه هذيك الصورة انفتحت عليا ورجعت شلت البهارات وضفت مرة تانية خلاص وغطيت الى ما يستوي اللحمة وهنا ما شاء الله لنرقع للعقينة السمبوسة هنا عندي بالمرش في عندي طبعا نص كوب دقيق ونص كوب نشا او اني فضل انكم تعملوا نص كوب دقيق وكمان ربع كوب نشا النشا اقل تمام قلولوا النشا لا تخلوش نص بنص اذا حبي نص بنص زي ما تحبوك الآن ببدأ افرد كل واحدة كده بحكم السيسر نحنا نقول بعدا الصحن الصغير او صحن الحلاء اللي يتقدم في الحلاء نحنا نسميه في عدن سيسر بحكم السيسر كده فردتهم كلهم بالتساوي الآن برش بين كل طبقاء بدهنة بالزيت وببدأ اضيف المرش هذا اللي في بوه دقيق ونشا برش عليها واحط الطبقة التانية وكمان اضيف كمان ادهنة بالزيت وارش عليها من خليط الدقيق والنشا واحط الطبقة التانية وزي كده اخر طبقة بضيفة كمان بضيف زيت وبضيف كمان اللي هو الدقيق والنشا خلاص بعدا ما بضيفش حاجة خاص الوقف ما ترشولش اي شي خلاص كمان شوفوا كيف حاولوا تعدلوها شوفوا كيف اعدل يعني لازم اطبقها تمام مع بعض وشوفوا كيف اضغط عليها مش من الطرف قبل الطرف بشوية لاحطوا اني اضغط عليها من قبل الطرف بشوية عشان لما تقولوا تفردوها ما تسحبش معاكم فهمتوا عليا لازم تضغطوها من قبل الطرف بعد كده ابدأوا افردوها تقدروا تخلوها ترتاح شوية بس اذا خلتوها كتير ترتاح بتلعب بعدين خاص بتتشاطل معاكم يعني بتكون مش متساوية بتخرج الطبقات حاولوا انه تفردوها على طول يعني تخلوها شوية وتفردوها حاولوا انه تكون فردتكم بشكل مستطيل او مربعة عشان يسهل بعدين عليكم انكم تقطعوها كمان السماكة لاتخلوها شكتير رفيعة با ما بتتفككش عليكم الطبقات ولا بتطلع الطبقات خفيفة جدا فالسماكة خلوها شوية يعني مش كتير رفيعة العقينة خلاص الان شوفوا ما شاء الله قاعت لي مربعة الان صخنت الصاق وبوطي النار او طحاقة وصاق صاخن وبجلس اقلبة كل شوية اقلبة اعد للا عشرة واقلب بس اشمعي انتم معارفين بس كده تتشمع كده يعني تنتفخ انتبهو تتحمر معاكم ولا بتقع يابسة طبعا اول ما اول ما تطلعوها طلعوها يكون معاكم منشفة بلوها بالماء وعصروها اول ما تخرقوها من الصاق على طول داخل المنشفة بس للاسف انه انه اني المقطع ان حدف معايا واني احطه بالمنشفة وافكفك الرقاق اشان ما تنشفش معاكم ابدا الرقاق السنبوزة وهنا خلونا احنا الان نشوف الشربة طبعا اللحمة ما شاء الله استوت ما اخذتش مني وقت وكمان طلعت سرات البهارات خلاص اني اخذ مني النكهات والان بابدا اضيف الملح وباضيف كمان الشوفان اليوم شربتنا شربت الشوفان اني اعماله بحب القريش مع الفريك اخلط بس اليوم قررت اني اعملكم اياها بالشوفان لانه كتير طلبتوها مني خلاص وخليت تسبك من 15 الى 10 دقائق غطيت عليها هنا عندي بطاطا مسلوقة اش بسوي عندي هنا شوية زيت وببدأ ادبال البصل اخليه ادبال فقط وباضيف البطاطا بعد ما كسرتها بس كسرتها ما اني ما هرستش البطاطا تمام بس كسرتها بعد ما سلقتها كده بس قطعتها بالسكين كده وخلاص وابدا اقلبها مع البصل وتعرفوا حققوع الصيام وكده ايش قلت خليني اضيف ليه فلفل البسباس الحامي وكمان قلت ياهودا لا مش بس بسباس حامي ضيفي ليه كمان رشا من كارين نيل وكمان ذكرت اني ما عملت ليش الملح ورجعت عملت لي الملح بعد ما قلت ياهودا ليش ما تعمليش من بهارات الكشي حق العشار هذه بهارات من عند الكشي يعني طلعت اقول لكم ايش الطعم كان رهيب وبس انا كده قلبت وهي بس تنهرس يعني ترجع شوفوا كيف تنخلط مع بعض بس يكون فيها زي القطع الان تعالوا نعمل السنبوسة طبعا انا احنا نقول لسنبس انا حشيتك وبنا مالحة وانتم تحشوها زي ما تحبوا اذا انتم حابين حشوة اللحمة المفرومة او حشوة دقاج مفروم موجودة في القناة كمان وبس ما شاء الله شوفوا كيف رقاق السنبوسة طبعا هذي المنشفة اللي اغطي فيها مبللة بالماء اول ما تبدأوا تعملوا ورق السنبوسة كده قلبوا منشفة بولوها بالماء وعصروها بعدا لفوا عليها ورق السنبوسة وكونوا خدوا وغطوا هذي مستحيل تنشف معاكم ورق السنبوسة وحتى لو اشتريتوا يعني جاهزة سويتيز بنت البلد دايما اعملوا دي الحركة ابدا لا تتكسر ورق السنبوسة ولا تنشف هذي دايما يكون معاكم دي الحركة انتم بس اسمعوا كلام يقولكم دي الحركة الان شوفوا بدها يدي زيت وببدأ اكور البطاطا او الكاتليكس كرة الكاتليكس طبعا هذا الكاتليكس المخارقة ولا هو مش كده لنعمل الكاتليكس في عدن خلاص كده كورته الان تعرفوا الماء اللي كنت اصمغ فيه الماء والدقيق اللي صمغت فيه السنبوسة ضفت له زيادة ماء شوية خففته وبدأت اغمص كرة البطاطا وحطه بالبقسومات او الروت المطحون اللي معاكم وهذا الطريقة بديلة عن البيض لانه كثير طلبتوا مني انه تشتو كاتليكس او كرة البطاطا من غير بيض واني دايما اعمليه كده مخارقة وسهلة وسريعة والان تعالوا نقلي ما شاء الله هنا حطيت نزلت السنبوسة يعني بدأ الصراحة باقي شوية كان بيأدن فهنا قلت السنبوسة ما شاء الله سنبوسة تنقلع على زيت هادئ يعني النار ما تكونش كتير حامية وبس تتحمر القهاء ولا تقلبوها القهاء الثانية وما شاء الله شوفوا بس اللون يعني اني اقول لكم الفيديو يتحدث اني ما بقول لكم مش حاجة ما شاء الله ايش اقول لكم جدا روعة والان شوفوا ما شاء الله الكرات البطاطا ولا حتى ابدا ما تتفرقاش بعضهم يقولوا تتكسر بالزيت وكده ابدا نشوفوا ما شاء الله كيف وهنا شربتنا جاهزة ما شاء الله شوفوا كيف شربة لذيذة حاجة جدا روعة لدرجة انه زوجي يفكر انه شربة احب يعني شربة اني خلط بين القريش والفريك ابدا مش طعمة شربة شوفان لاني بصدق كده مسبوكة كده حلو وهذه الشربة الحمراء كده قدمت سفرتنا البسيطة شربة وسنبوسة وكاتليكس وبسباس عدني على ليمون وخل ويا سلام كده طعمنا الشربة اللذيذة واكلنا الامانة السنبوسة تقرمج سماعنا الحافة كل اللي تقولوا سماعنا الحافة الحافة يعني الحارة تمام وهنا كمان كرة البطاطا او الكاتليكس حاجة جدا روعة اذا عقبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنت سحلو منكم